موسيقى السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة إيران انتخبت أمس صناديق الاقتراع أغلقت الإقبال تجاوز التوقعات بحسب صحيفة القدس العربي والحسم من الدورة الأولى بحسب صحيفة شرق الأوسط حسم رجحت صحيفة السفير أن يذهب للدورة الثانية ماذا تغير النتائج سوريا تردح على وقع أعلان واشنطن تسليح المعارضة السورية موسكو تحذر من تكرار خطأ العراق والسيد حسن نصر الله يؤكد مواصلة القتال في سوريا فهل هو أعلان حرب كما ذهب عبد الباري عطوان في افتتاحية القدس العربي هذا الموضوع وموضوعات أخرى محور نقاش حلقة اليوم لكن قبلها اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة الصحفي الإيراني الأستاذ علي منتظري أهلا بك أستاذ علي أهلا بكم إقبال على التصويت في إيران تجاوز التوقعات لماذا هذا الإقبال؟ ماذا يريد الإيرانيون أن يغيروا بالتصويت بهذه الكثافة؟ نحن دائما نقول بأن إيران وخاصة المجتمع الإيراني يكون مجتمع المفاجئات خاصة من أجل موضوع الانتخابات خلال كل الدورات الانتخابية نحن شاهدناها في إيران شاهدنا هناك في إقبال كبير جدا من الشعب الإيراني على سناديق الإختراع وخاصة في مجال انتخاب الرئيس الإيراني في الدور السابقة وقبل دورتين نحن شاهدنا نفس الموضوع من هذا المنطلق فينا نقول بأن هناك ما في فراق بين الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني السياسي مع النظام السياسي في إيران ومن هذا المنطلق نحن يوم أمس شاهدنا وشاهدنا خلال الحملات الانتخابية لكل المرشهين بأن هناك في انفتاح سياسي في إيران يعني نحن شاهدنا من عبر الشاشة الإيرانية انتقادات شديدة جدا لسياسات الخارجية والداخلية والاقتصادية للرئيس محمود أحمد نجاد وهذا كان دليل واضح جدا بأن هناك في حرية سياسية وحرية في مجال حرية الرأي وكل هذه الأمور أدت إلى تواجد مكثف جدا من قبل ناقبين إيرانيين ونحن كنا خائفين جدا من شان موضوع نحن نسمي في إيران بالأصفات الصامتة يعني هناك كان خوف بأن قسم كبير من الشعب الإيراني لا يحضر سناديق الإختراء لكن هل يمكن القول بأن التصويت بهذه الكثافة يعني تثبيت النظام الجمهوري في إسلام وأعطاء شرعية جديدة للنظام الجمهوري في إيران نعم خاصة نحن نقيش في الشرق الأوسط بالظروف الراهنة وخاصة نحن نشاهد بأن في المجتمعات السياسية في الشرق الأوسط هناك قليل جدا من النموذج الديمقراطية في هذا البلدان وكثير من الدول في جيراننا ما عندهم نشاطات سياسية بهذا المستوى فعلى هذا الأساس فينا نقول هناك في تصويت جديد للنظام السياسي في إيران وخاصة مشاركة كانت مكثفة جدا يعني بحوالي تقريبا 75% نعم ما كنا نتوقع هذا خاصة أقول في الظروف الراهنة يعني هناك كان زغوط اقتصادية زغوط سياسية خاصة في زغوط كبيرة جدا بشكل عام في الشرق الأوسط على إيران وعلى حلفاء إيران في المنطقة لكن هل شهدت إيران سابقا تصويت بهذه الكثافة في انتخابات سابقة؟ بطبيعة الهال كل مرة أي بأحد سيد محمد خاتم نحن شاهدنا تقريبا نفس المشاركة يمكن كان شيء أكثر من ذلك إذن الإيرانيون يعني يريدون تغيير الواقع برئيساء للإصلاحيين بس نحن بدنا ندرس ماذا يعني من تغيير يعني حل تغيير بمعنى مراجعة السياسة الإيرانية مثلا في السياسة الخارجية وفي ملفات في ملف النووي والموازيع الساخنة في الشرق الأوسط وفي العالم وحل تغيير بمعنى تراجع إيران من السياسة الاستراتيجية أمام أمريكا أنا أعتقد بدنا ندرس بشكل دقيق ماذا يعني تغيير يعني برئيس ما هو التغيير الذي يتطلع إليه الإيرانيون أنا أعتقده هناك بيكون تغيير واسع جدا في أسلوب التعامل الإيراني مع كثير من الملفات مثلا في الملف النووي الإيراني أكيد نحن نشاهد تغييرات واسعة من هذا المنطلق أنا كصحافي إيراني كمراقب إيراني أنا أعتقد هناك بيأتي مجموعة جديدة تدير ملف المفاوزات النووية الإيرانية مع خمسة زائد واحد من هذا المنطلق نحن سنشاهد وجوه جديدة مثلا في السياسة الخارجية الإيرانية خاصة إذا يعطي الشيخ حسن روهاني نعم لن تتغير السياسة الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذه الملفات الأساسية لا أعتقد أن خاصة أنا أعتقد هناك شيء باسم مؤسسات الدولة في إيران يعني موزو دور القيادة سمات السيد الغايد وموزو المؤسسات الدولة كبرلومان الإيراني وخاصة يجب أن نعرف بأن هناك في 290 نائب في البرلومان الإيراني وكثير منهم من التيار المحافظ في البرلومان نعم أستاذ علي ربما نتحدث أكثر عن الانتخابات الإيرانية ماذا يمكن أن تغير نتاج الانتخابات الإيرانية سواء وصل أحد الإصلاحيين أو حتى المحافظين ولكن اسمح لي أن ننتقل لاستعراض عنوين الصحافة العربية لهذا اليوم مع سارة الحاف نتابع هذا الرصد شكرا وفاء أهلا بكم ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانات خادم الحرمين يقطع إجازته بسبب تداعيات أحداث المنطقة عاد إلى جدة قادما من المغرب إيران إقبال كثيف على مراكز الاقتراع وخامنئي يتكتم على مرشحه المفضل تمديد مهلة التصويت في الانتخابات الرئاسية ومستشار المرشد يستبعد جولة ثانية وأيضا في الشرق الأوسط واشنطن تسلح المعارضة السورية وتتحفظ على الحظر الجوي العربي لشرق الأوسط نجاح جنب الثنين يتطلب توازرا عسكريا وتركيا فاجأتنا قال إنه ليس أمين الربيع العربي وأيضا في الشأن التركي عنوانة الشرق الأوسط أردوغان يتراجع ويتعهد بتجميد تطوير تقسيم مهرجان نصر لدعم رئيس الوزراء اليوم وغدا من صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة القبص الكويتية وفيها واشنطن تقرر تسليح المعارضة السورية نصر الله لا منتسبين ولا مشاريع لنا في الخليج روسيا ملتزمون أمن سوريا كما تلتزمون أمن إسرائيل وفي القبص الكويتية أيضا إحباط محاولة خطف جابر الصباح من بحمدون ونقله إلى سوريا القبص تكشف التفاصيل وفي القبص أيضا إيران تنتظر الرئيس إصلاحي أم محافظ من صحيفة القبص الكويتية إلى صحيفة السفير اللبنانية نصر الله نحن آخر من دخل سوريا وبقونا فيها ومعها الحرير يرد لم نرسل مقاتلين وحرام طورتنا وفي السفير أيضا واشنطن تخلط الأوراق السورية تسليح المعارضة وإعادة النظر بالتفاهم مع روسيا من السفير اللبنانية إلى النهار اللبنانية أيضا واشنطن لا تؤكد فرض حظر طيران أوباما يلتقي بوتين شاهرا التسليح نصر الله لا يتراجع والحرير يتهمه بالتضليل تحرك رئاسي مباشر بعد تمرد الخارجية وفي الشأن التركي أردوغان يرجع تطوير ساحة تقسيم في انتظار حكم القضاء من لبنان إلى الأردن وصحيفة الدستور معارك ضارية في حلب والجيش الحري يسيطر على ثلاثة مداخل لمحافظة إدلب أمريكا تتهم النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية متظاهرون في الزعتري يطالبون بتسليح المعارضة وفي الدستور الأردنية أيضا مسيرات تطالب بالإصلاح وترفض رفع الأسعار تحذيرات شعبية من استهداف الوحدة الوطنية وفي شأن الفلسطيني إحراق سيارات وكتبات مناهضة للفلسطينيين في القدس الشرقية الاحتلال يقمع مسيرات الضفة ويخلف عشرات توت الحمراء القوات المسلحة لن تسمح بإهدار الدم المصري هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحفة العربية عودة لبرنامج آخر طبع شكرا لك سارة على هذا الرصد أردوغان يتراجع ويتعهد بتجميد تطوير ميدان تقسيم هل تنتهي الأزمة في تركيا بهذا التعهد؟ أنا أعتقد معالم الأزمة في تركيا مش مبينة بشكل نهايي ولكن هناك كان اعتراضات في الشارع التركي حول موضوع مدني ولكن هل يمكن هذا الأزمة المدنية في تركيا تسبب إلى الأزمة السياسية الكبيرة في تركيا؟ بس معالمها مش مؤكدة ومش دقيقة ما فينا ندخل بالتكحناء والتنبؤات حول هذا الموضوع لكن بشكل عام أنت ترى إذن هي ما زالت في إطار الخلاف المدني؟ لم تتحول إلى الأزمة السياسية لكن حل الأزمة السياسية ستعثر على تغيير سياسات داخلية وخارجية لهكومة أردوغان هذا الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر لكن بشكل عام أنا أعتقد هناك في أرضية وصعيد قوي جدا في المجتمع التركي في ظل خطوات الحكومة التركية حول الأزمة السورية من هذا المنطلق هناك أعتقد في تيارات سياسية تستطيع أن تضغط على الحكومة التركية من شان التراجع عن بعض سياستها خاصة أمام الأزمة السورية بشكل عام بشكل عام فينا نقول بأن حكومة أردوغان وصل إلى نقطة معينة من الزغوط السياسية في الداخل لكن من شان حتى نستطيع أن نعلق بشكل دقيق على هذا الموضوع يمكن نحن نحتاج إلى أصابيع مقبلة إذن لا يمكن تحديد حجم الأزمة في تركيا حتى الآن أنا أعتقد شوي بكير في هذا المجال ونحتاج إلى وقت أكثر نعم من التقارير اللافتة في الصحافة لهذا اليوم تقارير تحدثت عن تغير في القيادة القطرية تقرير بارز في صحيفة القدس العربي تحدث عن انتقال الحكم إلى الأمير تميم والتغيير أيضا سيطال رئيس الوزراء القطري شيخ حمد بن جاسم الثاني برأيك إذا كانت هذه التقارير صحيحة ماذا يمكن أن يحمل هذا التغيير في قطر بالنسبة لدولة قطر كانت تستطيع أن تلعب دور إيجابي جدا في الشرق الأوسط خاصة في إطار علاقاتها الطيبة كانت مع إيران ومن منطلق علاقة مع إيران كانت تستطيع تعمل دور إيجابي جدا في الأوسط السياسية في سوريا بشكل عام في الشرق الأوسط لكن بالنسبة لها هذا الموضوع نحن من حوالي تقريبا شهرين سمعنا بأن هناك تغييرات في القيادة القطرية ولكن حل هذا الموضوع يؤدي على تغيير السياسات لماذا يأتي هذا التغيير في هذا التوقيت؟ يمكن بطبيعة الحال عندما يأتي شخص جديد على قيادة البلد أكيد هناك يكون اتجاهات سياسية جديدة في البلد وبالسياسات الخارجية من هذا المنطلق يمكن من المتوقع من خلال تغيير القيادة في البلد يأتي سياسات جديدة في إطار السياسات الداخلية وخارجية وخاصة لا يمكننا أن نتحدث عن السياسات الداخلية في البلد بالنسبة لقطر وأكثر دور بالنسبة لقطر يكون حول سياساتها الخارجية خاصة في إطار علاقتها مع أمريكا وعلاقتها بعض الملفات الساخنة في الشرق الأوسط ولكن أنا أعتقد اتخذت القيادة القطرية السياسات تقريبا ثابتة باتجاه بعض ملفات خاصة موضوع قطر ولست متوقعا أن تغيير في القيادة القطرية تؤثر على تغيير سياستها باتجاه ملفات مثل ملف السوري برأي تغيير في قطر هل هو تغيير داخلي بمعنى مؤسسة الحكم قررت أن يكون هناك تغيير أم بأن هذا التغيير جاء بعوامل خارجية على سبيل المثال بالنسبة لهذا الموضوع ما عندنا معلومات دقيقة خاصة نحن نتحدث في إطار المعلومات الصحفية نعم وكل دولة عندها علاقات خاصة علاقات استخباراتية وعلاقات سرية مع كثير من الدول مع هلافائها من هذا المنطلق ما في عندنا معلومات دقيقة حتى نقول بأن تغيير قيادة القطرية جاءت نتيجة أبوامل خارجية لكن بحسب ما هي السياسات والقيادات العربية موجودة في الدول مجلس التوابون الخليجي هناك في تنسيق قوي جدا بين هذه الدول مع دول المتعالفة خاصة أمريكا وبشكل آمن الاتحاد الأوروبي من هذا المنطلق ما فينا نقول بحسب المعلومات ما عندنا معلومات حتى تثبت بأن هناك في أبوامل خارجية لكن بحسب السلوك السياسي لهذه الدول فينا نقول بأن كل تغييرات لهذه الدول تأتي بعد تنسيق مسبق مع حلفائها خاصة في إطار تحالفات مع أمريكا والتحاد الأوروبي نعم أيضا من المواضيع اللافتان مقابلة للأمين العام لجامعة الدول العربية لأستنبيل العربي في مقابلة مع الشرق الأوسط يعبر عن تخوفه من الوضع في مصر خصوصا يقول بأن هناك حالة من الترقب مما قد يحدث في ثلاثين من الشهر هل بات الوضع الداخلي في مصر على شفاء الانفجار هذا التوتر إلى أين يأخذ مصر بين جماعة الأخوان المسلمين الموجودين في الحكومة الآن وبين أيضا القوى المعارضة لسياسة الأخوان المسلمين في مصر حكومة مصر خاصة بقيادة إخوان المسلمين وإخوان المسلمين أجوا في إطار نوع من التناقضات السياسية خاصة في الملفات مثلا في السياسة الخارجية عندما قام هكومة منتمية إلى إخوان المسلمين بإعتراض بمعاهدة كام تيفيد هذه معناته كان نوع من الإزدواجية في القيم الإيديولوجية وفي القيم السياسية لدى إخوان المسلمين من هذا المنطلق هناك كان نوع من القرارات السياسية داخل المجتمع المصري أثر على تأجيج الأمور فمن هذا المنطلق فينا نقول بأن إخوان المسلمين خاصة في إطار سياستها وتعاملها مع كثير من الملفات الساخنة في الداخل وفي الخارج تواجه كثير من المشاكل من هذا المنطلق نحن ما كنا نعتبر بأن الإخوان المسلمين يتعامل مع الموازيع الإيديولوجية في مصر وفي خارج مصر في إطار نوع من كأنه تتعامل مع الملفات السياسية نحن كنا بحسب قراءتنا خاصة السيد القائد سماد سيد القائد عيت الله خامني عندما قام بترجمة كتاب مستقبل لهذا الدين لسيد قطب وعندما بلش بالنوع من إيجاد نوع من المعارف ومعلومات حول إخوان المسلمين كمعلومات للإديولوجية كنا نتوقع بأن الإخوان المسلمين مثلا يقوم بعلاقات جيدة مع إيران وخاصة كل القيادات الدينية في قبل الثورة الإسلامية كان عندهم إلمام وكان عندهم نوع من العلاقات فكرة مع الإخوان المسلمين كنتم تتوقع أن تكون هناك على الإعلاقة جيدة مع الإخوان المسلمين في مصر ولكن يبدو بأن لن نرى أي خطوات حقيقية وملموسة لا أمليا ما كانت هناك بل إيران قبل الإنتصار الثورة الإسلامية وبعد الإنتصار الثورة الإسلامية هناك كان علاقات مع الإخوان المسلمين خاصة في مصر من هذا المنطلق أنا أقول كنا ننتظر خطوات جيدة جدا من قبل إخوان المسلمين من شاء الله حل كثير من المشاكل في الشرق الأوسط وخاصة حاليا فيه شيء بسم الفتنة الطائفية لكن حتى الآن لم نشاهد خطوات جيدة من إخوان المسلمين هذا الموضوع أكيد يؤثر على الملفات في الداخل وفي خارج مصر نعم أستاذ دعالي اسمح لي أن ننتقل إلى فقرة إقراء الحدث نستعرض فيها هم جاء من موضوعات فيها الصحافة مشاهدين القدس العربي كتبت حماس وصراع الأجنحة وحزب الله وأيضا طهران لن تغير سياساتها وتركيا كانت مفاجأة متابعة القدس العربي حماس وصراع الأجنحة وحزب الله تبذل قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس جهودا كبيرة هذه الأيام لنفي وجود صراع أجنحة داخلها ونفي دخول عنصرها للقتار إلى جانب المعارضة السورية هذا النفي لا يغيي وجود خلافات داخل الحركة حول الأسمة السورية والعلاقات مع إيران وحزب الله فالمنطقة العربية بأسرها منقسمة حول هذه المسألة وحركة حماس لن تكون استثناء حركة حماس حظيت بدعم مردي وعسكري كبيرين من إيران وأسست في سوريا قبل بدء الثورة إمبراطورية وجود أجنحة معارضة لتوجنه للحركة الحالي في الابتعاد عن سوريا وإيران هو ظاهرة صحية مفيدة فلا يجوز المراهن على جهة واحدة خصوصا أن الجهة التي تقف إلى جانبها حاليا لم تقدم المال والسلاح للحركة على حماس أن لا تقطع شارة معاوية مع أي طرف عربي أو إسلامي ولسيما الأطرف التي دعمتها في فترة تخلى فيها عنها الجميع الشرق الأوسط العربي طهران لن تغير سياساتها وتركيا كانت مفاجأة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في حديث للصحيفة أن احتمالات عقاد مؤتمر جونيف 2 ما زالت قائمة كما جدد إدانته ورفضه لتدخل حزب الله في المعارك في سوريا أما الأحداث في تركيا فاعتبرها مفاجأة وقال لا يمكن تجاهل الإنجازات التي حققها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأكد أنه لا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات الإيرانية لكن السياسة الإيرانية يضعها المرشد الأعلى وليس الرئيس العربي أشار إلى أن سياسة طهران التي تصعل التدخل في الشأن العربي كانت محور أي لقاء مع المسؤولين الإيرانيين وكانوا ينفون التدخل السفير واشنطن تخلط الأوراق إعادة النظر بالتفاهم مع روسيا ديبلوماسيون أمريكيون رفعوا تقريرا إلى البيت الأبيض للأسبوع الماضي عن سوريا يتحدث عن خلل ميزان القوى في سوريا خلل تجاوز القصير إلى التنازلات الجوارية التي قدمها الأمريكيون للروس يقول قطب سوري معارض أن الفرنسيين استطاعوا إقناع الأمريكيين بالتراجع عن تنازلاتهم ونقل ديبلوماسيون غربي أن سقور من فرنسيين وبريطانيين وأتراك وسعوديين استطاعوا الحصول على تعهد أمريكيين بالرد على التدخل الإيراني وحزب الله في القصير وما حصل مع قرار التسليحة كما حصل على تعهد أن لا يعقد مؤتمر جنيف في حال هدد الجيش السوري حلب بالسقوط ويصي التقرير بأنه ينبغي العمل ما أمكن على تأخير الاجتماع في جنيف ويقترح الأمريكيون التدخل مباشرة لفرض قيادة على الاتلاف والاتفاق على الوفد التفاوضي وعلى حصن إدارة التحرك الدبلوماسي المقبل واشنطن تقرر تسليح المعارضة السورية هل هو نذير حربا هو تغيير أو محاولة لتغيير موازنين للقوة؟ أنا أعتقد واشنطن عندما قامت باتخاذ قرار من شان تسليح المعارضة لكن تسليح المعارضة وكأنه تسليح من جديد وهاي بيكون أكثوبة كبيرة جدا يعني وكذب كبير من قبل أمريكا لأن أمريكا والدول القربية قامت بتسليح المعارضة السورية في السابق لكن تعد إداءات واتهمات واشنطن لسوريا في مجال استخدام السلاح الكيميائي فجاد أمريكا من جديد حتى تتعدس عن تسليح المعارضة أكيد هذا الموضوع تعمق الأزمة السورية وتؤثر على إقامة موضوع جينيف 2 لكن حل تؤثر على تغيير الموازنة تحتاج إلى الدراسات أمنية ودراسات أسكرية يعني حل حلفاء سوريا يجلسون على جنب أن أمريكا تقوم بتسليح المعارضة إذا أمريكا قامت بخطوات جديدة فحلفاء سوريا تقومون بالخطوات الجديدة لكن عندما نتحدث عن تسليح المعارضة لكن هل يؤدي ذلك إلى حرب في حال قامت الولايات المتحدة بتسليح المعارضة السورية في المقابل في الحرب هل يؤدي تسليح المعارضة السورية إلى حرب في المنطقة هذا الموضوع يعود إلى الخطوات الأمريكية هل تسليح المعارضة بأي مستوى يعني عندما هناك فيه إصابة مثلا المطار مدني في دمشق وبأن المعارضة السورية تقوم بزرب أسكري لمطار مدني في دمشق وإصابة طائرات مدنية عندما المجتمع الدولي وخاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي يسكت على خطوات أسكرية معناته هناك فيه تغيير مش بس في المضازنة الأسكرية في سوريا بس هناك بيكون تغيير في مضازنة كيفية التعامل مع كثير من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط من هذا المنطلق هل يمكن هل يتعلم الدرس كل المعارضات موجودة في الشرق الأوسط مثلا في أفغانستان وفي إراق وفي حتى بعض الدول بعيدة عن الشرق الأوسط هل بهذا الشكل الصمت الدولي على هذا الموضوع هل يؤثر على تغيير المبازنات كثير جدا مش بس في الشرق الأوسط بسوريا بيكون في كل الآلم من هذا المنطلق نحن نقول بأن أمريكا اتقذت قرارات سياسية ختيرة جدا من أجل تسليه المعارضة لأن هذا الموضوع يؤثر على توصي دائرة الحرب من سوريا إلى خارج سوريا بشكل آخر في الشرق الأوسط ولكن هل تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل تكلفة هذه الحرب؟ كما قلت هذا الموضوع يحتاج بأن أمريكا تدرسها بشكل جيد يعني أمريكا بهذا الشكل ستدفع ثمن باهز جدا ثمن باهز جدا لأن موضوع خرجت من سوريا موضوع خرجت من سوريا يعني حل لبنان بشكل ما دخلت في الأزمة السورية بكل التياراتها السياسية بعدين هناك فيه انعكاسات في الإراق فيه انعكاسات في إيران فيه انعكاسات على هذا الموضوع في كثير من الدول العربية والإسلامية كيف هي الانعكاسات في إيران؟ يعني هناك فيه اتجاه في إيران في بداية الأحداث هناك كانت تيارات سياسية كانت تطالب عبر الوفود رسمية وعبر الشخصيات السياسية من نظام السياسي في سوريا من شان تنفيذ مطالبة الشعب لكن كل هذه التيارات السياسية في إيران شاهدت بأن انتقال الحركة السلمية من الحركة السلمية إلى حركة المعارزة المسلحة كان بشكل عجيب وقريب بشكل سريع جدا حتى نحن مثلا عندما اجت حركة وطنية الفلسطينية وقامت بتسليه نفسها من شان المواجهة الأدواء الإسرائيلي اتقذت رغض حوالي مثلا عشر سنوات وخمسة عشر سنة لكن نحن شاهدنا في سوريا المعارزة السلمية من الشارع انتقلت إلى موضوع المعارزة المسلحة خلال حوالي شهرين وثلاثة أشهر سنكمل الحديث حول هذا الموضوع ولكن نسمح لي أنتقل إلى فاصل سريع ونعود لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين فاصل سريع ونعود إليكم مجددا ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد أستاذ علي طالما نحن نتحدث عن تأثير الأزمة السورية والانقسام حول الأزمة السورية دخول كما ذكرت كل الأطراف في لبنان على خط الصراع في سوريا أيضا اللافت هو المقاومة الفلسطينية وتحديدا حماس موقفها من الأزمة في سوريا هل أثر موقف حماس من الأزمة السورية على دعم إيران لحماس؟ هل خسرت حماس إيران؟ حتى الآن المعادلة لم تصل إلى هذه المرهلة ولكن هناك في قراءات جديدة من قبل الأطراف السياسية في إيران حول مواقف حماس باتجاه النظام السوري وخاصة كما قال سماة سيد حسن نصر الله يوم أمس بأن هناك ما في شي بسم معركة بين الشعب والنظام يعني هناك في معركة بين الجبهتين حتى الآن نحن كخبراء سياسيين مراقبين سياسيين ما عندنا علم شو موقف حماس من مواجهة هاتين الجبهتين كل الجبهات التي كانت تدعم إسرائيل حاليا تدعم المعارزة السورية على الصحة السياسية في الشرق الأوسط وحناك كل الدول كانت مع المقاومة وكل التيارات السياسية كانت مع المقاومة حاليا يدافع النظام السوري بأنك تتفق مع سيد حسن بأن هناك صراع بين مشروعين أكيد هناك فيه صراع بين المشروعين لكن حماس يتحدث عن نوع من النائب النفس عن موزول بحسب تجربيات السابقة للحركة الفلسطينية حول حرب المخيمات الفلسطينية ومقابلات ومواجهات عسكرية سياسية بين القوة السياسية هذا الممتلع بكون مزبوط حماس ذهبت إلى الجبهة الثانية بدت تحصل على دعم من قطر هناك مجموعة من الأخبار تتحدث عن انخراط بعض عناصر حماس في القتال في سوريا حماس يجب أن يرود بشفافية عالية جدا أنا مطابع الأحداث والتطورات السياسية من 32 سنة حتى الآن لم أشاهد حركة فلسطينية منظمة سياسية فلسطينية تدخل بحي مرحلة حساسة بسمة مطلق يعني أنا كيف أستطيع أن أعلق علاقات حركة المقاومة الفلسطينية حماس باتجاه الدول التي كانت عندها علاقات سياسية مع إسرائيل وأنا كيف يمكن أرد على كثير من التصاولات في المجتمع السياسي الإيراني ليش حماس يسكت أمام هجوم الجبهة المتهدة زي دولة المقاومة بالمماناة في شغل أوسر بأن إيران ترى بأن حماس موقفها غير واضح أم أن حماس أصبحت في المعسكر الذي يقف في وجه النظام السيوني هناك فينا ندرس الموضوع في إيران في إطار التصاؤلات السياسية في المجتمع السياسي الإيراني والتصاؤلات رسمية رسمية يعني كنظام إيراني يعني نظام إيراني وزارة الخارجية الإيرانية وكل الدوار السياسية الرسمية في إيران أكيد طالبت بنوع من التوزيهات من قبل حماس لكن إيران كدولة حافظت على علاقتها استراتيجية وجيدة مع حماس حتى في الظروف الراحنة من شان الهفاظ على المقاومة الفلسطينية من هذا المنطلق لكن في المجتمع السياسي الإيراني في الشعر السياسي الإيراني هناك أسألة كثيرة جدا نحن لا نستطيع أن نرد عليهم بشكل دقيق إذا هناك شيء في الأخير حماس موجود في الشعر السياسي في فلسطين في المقاومة الفلسطينية في لبنان في كل الدول في العالم ضروري يرد على كثير من هذه الأسئلة بشكل دقيق جدا حلا مش ضروري حماس يتتخل في الشعور السورية لكن يستطيع أن يتقذ موقفا شفافا جدا باتخاذ موقف من الأزمة إذا حلا سيد حسن نصر الله يوم أمس قال هناك مشروعين مشروب لمواجهة جبحتين الجبحة الدائمة للمقاومة الإسلامية والفلسطينية والفلسطينية والمقاومة بشكل عام في الشرق الأوسد فهناك في جبحة زد هذه المقاومة ولكن في المقاومة هناك من يرى بأن هناك أيضا صراع سني شيعي في المنطقة هذه أمليا مش موجودة حماس يعرف الموضوع بشكل دقيق يعني لأن حماس يكون في داخل المعركة من هذا المنطلق حماس وكثير من المثقفين فلسطينيين في حماس وكثير من التيارات وقوة الشعبية الفلسطينية يعرفون هناك في مشروع جبحتين يعني مشروعين مشروع من شان زرب المقاومة ومشروع من شان دعم المقاومة من هذا المنطلق وسط حاي تساؤلات ضروري حماس وكثير من القوة الفلسطينية مش بمعنى تدخل في المعركة الأسكرية في سوريا من شان الرد على كثير من الاستفامات والأسئلة لدى الشعر العربي والإنشار الإيراني لا أود فقط إلى موضوع تسليح المعارضة واشنطن تقرر تسليح المعارضة والقرضاوي يدعو العالم الإسلامي للجهاد في سوريا هل هذا الموضوع صدفة أم يمكن ربط دعوة القرضاوي مع تسليح المعارضة السورية من قبل واشنطن طبعا هذا التحليل فقط لتوضيح جاء في مقال لعبد الباري عطوان في القدس العربي بالنسبة لهذا الموضوع نحن نسميه في إيران وكثير من المثقفين ومراقبين إيرانيين يعتقدون بأن في التطورات الراهنة في الشرق الأوسط هناك خطة بريطانية ولكن تنفيذ أمريكي موضوع الفتنة الطائفية في الشرق الأوسط بيكون خطة بريطانية والتنفيذ من قبل الإتعاد الأوروبي والتنفيذ بيكون أمريكي فمع بداية الأحداث في سوريا وحتى قبل الأحداث في سوريا عندما انصابت أمريكا من الإراق عمليا بلشت موضوع الفتنة الطائفية داخل الإراق وبالشكل الآن في الشرق الأوسط نتيجة علاقات ودراسات بريطانية على الفرق الإسلامية بالشكل الآن في الشرق الأوسط حكومة البريطانية متخصصة جدا في هذا المجال نعم هل نحن أمام شرق أوسط جديد يقوم على انقسامات عرقية ومذهبية وطائفية؟ عندما هناك في مواقف سريحة وشفافة من قبل دول والتحالفات في الشرق الأوسط مثل إيران بأن إيران لا تريد تدخل في هذه المعركة أبدا ويعتبرها فتنة كبيرة جدا عندما هناك في رشد عالي جدا من قبل كثير من ألماء من أهل السنة والشيئة وخاصة نحن نعرف مراجئنا الدينية أثروا فطاوة رسمية بأن الرد الفيل على هذه الأمور بيكون حرام مطلق لكن هناك أيضا من يتهم إيران لكن هناك أيضا من يتهم إيران هناك من يتهم إيران بدعم الشيعة في المنطقة في الخليج وفي العراق وفي لبنان هذه بيكون كمان أكتوبة كبيرة جدا نحن واجهنا الحرب المفروزة الإراقية على إيران 8 سنوات وهناك كان دعم مطلق من قبل كثير من الدول العربية على صدام حسين ولم نسمى مرة واحدة في إيران بأن هناك في دولة سنية باسم إراق بقيادة رجل سني باسم صدام حسين حاجمت على إيران لم نسمى بلو مرة واحدة طول الوقت خلال 8 سنوات كان عندنا قراءات سياسية قلنا بأن هناك في مشروع سياسي أمريكي من شان ضرب الثورة الإسلامية نحن عندما بلشنا في إيران بدعم الحركة الفلسطينية لم نتحدث بأن هذا الرجل بيكون سني أو هذا الرجل بيكون شي نحن سمعنا هاي ألغا و هاي تسريات خلال سنتين أخيرتين وخاصة بعد شي باسم الربيع العربي في شمال أفريقيا وامتدادها في الشرق الأوسط نحن نقول عندما إجد الثورة الإسلامية في الشرق الأوسط هناك إجد وحدة إسلامية وإجد شعار باسم البحث الإسلامية لكن نتيجة الربيع العربي نحن شائدنا نعارات طائفية وخاصة ترفيج الفتنة الطائفية في الشرق الأوسط من هذا المنطلق أنا أقول هناك في مسؤولية كبيرة جدا على إخوان المسلمين من شان تدخل في الموضوع يعني فقط لنعود إلى الأزمة السورية وهي محور الحديث بتسليح المعارضة السورية من قبل واشنطن هل يمكن القول بأن جنيف 2 قد سقط؟ من يوم اتفقت أمريكا مع روسيا من شان جنيف 2 أمريكا بدل أن تصعى لاحتزان المواقف في هذا المجال قامت بتخريب كل الأهداف التي كنا نتصفر بالنسبة لجنيف 2 من هذا المنطلق إذا حتى هناك في إقامة مؤتمر جنيف 2 لكن كل المعشرات تشير بأن أهداف جنيف 2 سقطت بيد أمريكا في الشرق الأوسط نعم أيضا اللافت هو التصريح الروسي الذي يقول أن تصريح الروسي لبوتين يقول بأن الفوضى ليست في صالح إسرائيل بعكس دعم النظام الذين يرون أن مصلحة إسرائيل هي في رحيل النظام السوري كيف نقرأ هذا؟ لن نقول تناقض ولكن هناك رؤى مختلفة بين روسيا وأيضا محور الممانعة فيما يتعلق بمصلحة إسرائيل بإبقاء النظام أو سقوط النظام في سوريا أمريكا تريد احتفاء الأزمة السورية داخل الهدود السورية من هذا المنطلق من هذا المنطلق كل الدول يعني التعادل الأوروبي بشكل عام ونيتو وأمريكا تريد احتفاء الأزمة السورية من شان السقوط النظام من شان حتى تأتي الأرض المحروقة في سوريا مسلحتها أن تكون الأزمة السورية داخل الهدود السورية لكن روسيا تعرف الموضوع بشكل دقيق بأن الأزمة السورية خرجت من الهدود السورية من هذا المنطلق فينا نقول بأن توسي دائرة الحرب من سوريا إلى خارج الهدود وخاصة الانتقال إلى لبنان بماذا تقرأت هذا تصريح الروسي بأن روسيا تقول بأن الفوضى ليست في صالح إسرائيل وسقوط النظام في سوريا ليس في صالح إسرائيل فيمن ممانعة تقول بأن سقوط النظام وهدم سوريا هو في صالح إسرائيل هلأ أمريكا تعرف بشكل دقيق موضوع إسقاط النظام السوري خلاص يعني انتهى لكن هناك في أزمة الأزمة الأسكرية في سوريا أنا أقول وكما قلت بأن من مسلحة أمريكا احتفاء الأزمة داخل الهدود السورية لكن هل أمريكا تريد تستطيع أن تحافظ على الأزمة السورية داخل الهدود السورية لا هذا غير ممكن خلاص يعني هذا الموزورة خلاص فانتقلت الأزمة السورية إلى الأراضي اللبنانية كمان من أراضي اللبنانية يمكن تنتقل الأحداث باتجاه إسرائيل لأن من يريد أن يقف عمام انقاسات انقاسات توسي دائرة الحرب في الشغل أوصل على إسرائيل من هذا المنطلق أنا أقول روسيا تعرف الموضوع بشكل دقيق كحليف لسوريا تعرف بأن توسي دائرة الحرب أكيد أكيد ستأخذ الحدود الإسرائيلية كما في المنطقة بدون أي شك نعم أيضا سنتابع الحديث عن سوريا ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى فقرة اقرأ كاتبا مشاهدينا نشاهد هذه الفقرة الأخبار اللبنانية ماها زراقة تشومسكي سايس بيكو تنهار والأخيار آخر أمام حزب الله تحدث المفكر الأمريكي نعم تشومسكي إلى الصحيفة عن تحديات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة في ظل تحديات تبدأ بالحروب الأهلية ولا تنتهي عند تهديدات تغير المناخ يقول ممازحان عن شرعية الحدود وفرص التخلص منها قال تشومسكي أن اتفاقية سايس بيكو تتحطم اليوم وهذه ظاهرة مثيرة للاهتمام فقد مر قرن واحد فقط عليها وليس هناك أي سبب لهذه الحدود سوى مصالح القوى الاستعمارية وهذا ما نره في كل أنحاء العالم فيما يخص سايس بيكو لقد بدأت تزول من الصعب أن نتخيل ما سيجري في سوريا إن بقي أي شيء فرص التفاوض ضائلة وسوريا ستتجزأ المناطق الكردية الآن تتمتع بحكم ذاتي بدأت تتصل بشمال العراق الكردي وهي أيضا تتوسع إلى شرق تركيا وما سيحصل في باقي البلد من الصعب التكهن به عن مشاركة حزب الله في معارك الاقصار رأى تشومسكي أن هناك منطق لتدخله وقال لست متأكدا أنه أفضل خيار يمكننا أن نناقشه لكنه موقف مفهوم ويرى تشومسكي أن ما تقوم به المعارضة التركية عمل عظيم في منتهى الأهمية وأعرب عن اعتقاده بحصول ربيع عربي جديد شومسكي يرجح بأن سوريا تتجه نحو التقسيم ما تعليقك بشكل سريع؟ أنا لا أعتقد سوريا تتجه نحو التقسيم وخاصة في زل الاستقرار النظام السوري وفي زل القدرة موجودة لدى حلفاء سوريا في الشرق الأوسط من هذا المنطلق يعني لأن تجزية سوريا تعني تجزية شرق الأوسط بشكل كامل من العراق إلى سوريا وإلى لبنان ولكن هذا المشروع بأن الآن الأكراد في سوريا أصبحوا تقريبا شبه أقليم مستقل ولدينا الآن أيضا كردستان في العراق الظروف الراهنة في سوريا وخاصة لكن ومحاولة تسوية في تركيا ألا ينجل ذلك ربما أيضا على إيران يعني موزوء بشكل عام الأكراد في الشرق الأوسط يحتاج إلى دراسة مستغلة لكن الظروف الراهنة تشير بأن قراءة نوم تشامسكي ليست دقيقة في هذا المجال ويمكن يكون خلفياته نوع من الخلفيات السياسية بالنسبة لتطورات في سوريا يعني هذه القراءة ليست لمسلحة سوريا وليست لمسلحة النظام السوري هذه القراءة تشير بأن النظام السوري صار أزعف في كثير من السابق حتى تعتي موضوع يأتي بعده موضوع تقسيم سوريا بمناطق طائفية مختلفة لكن الفزء الراهنة في سوريا يشير إلى شيء آخر بأن حاليا هناك ما فيه شيء بسم تقسيم سوريا نعم ربما نتوقف عن الحديث عن الملف السوري ونتحدث أكثر عن الانتخابات الإيرانية النتائجة الأولية حتى الآن يعني تقول بتقدم حسن روحاني ماذا قد يغير بوصول أحد الإصلاحيين إلى سدة الرئاسة في إيران؟ هناك فيه تغييرات ستكون تغييرات سياسية بالنسبة للخطط الاقتصادية في إيران موضوع مثلا هناك إيران بلشت موضوع خطة الاقتصادية لترشيد الدعم من شان رفع الدعم الحكومي على كثير من البضائل الرئيسية والسلع الاستراتيجية في البلد فهناك كان خطة اقتصادية شاملة في هذا المجال فإذا يأتي رجل إصلاحي مثل حسن روحاني فهذا الموضوع يؤثر على تغيير كثير من الأصاليب الاقتصادية من شان دعم موضوع خصخصة في إيران من شان دعم الكثير من الشركات خاصة في إيران التي تشتغل في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية في البلد وسيحاول من شان إذا اقتصاديا؟ من شان شوي سمون إلغاء كثير من الحضر الاقتصادي والأقوبات الدولية على إيران يحاولون في هذا المجال لكن أهم شي بيكون في الملف يمكن نقول هيك بملف السياسة الخارجية الإيرانية وفي هذا المجال أنا أتوقع هناك بيكون تغيير في أسلوب التعامل التعامل السياسي مع الملفات خاصة الملف النووي وموضوع الحوار الجديد مع الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل بيكون نوع من الحوار مع أمريكا بنفس الضغط نتيجة الظروف الراحنة الحكومة المقبلة في إيران بيكون إصلاحي ومحافظ يجب أن يشدد على علاقات نوع من العلاقات استراتيجية مع روسيا وبتبعية الحال كما قلت سابقا بأن هناك في بارلومان يسيطر عليه محافظون فمن هذا المنطلق إذا هناك في خطة جديدة في الداخل خطة السياسية داخلية وخطة السياسية خارجية يجب أن يتعامل الرئيس الإيراني المقبل كيفية التعامل مع البرلومان الإيراني لأن بارلومان يستطيع أن يعمل بفيتو لكثير من الخطوات حسن روحاني قال في إحدى المقابلات بأنه سيولي أولوية قصوى في حال انتخابه لتحسين العلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات يبدو بأن هناك نوع من التحسس في إيران بأن العلاقات مع دول الجوار ليست جيدة هل يستطيع حسن روحاني حقيقة أن يبني علاقة جيدة مع دول الجوار؟ هذه يكون النية الصادقة لشيخ حسن روحاني وكثير من الشخصيات السياسية في إيران لكن هذا الموضوع لا يتعلق بشكل وهيد على الطرف الإيراني أنا أعتقد دغل مجلس التعاون الخارجي يجب أن يأخذ درسا كبيرا جدا من حرب الثمان سنوات بين الإيران والحرب المفروضة من غبل الإيران على إيران نعم ولكن عندما وصل مثلا محمد خاتمي إلى سدة الرئاسة في إيران كان هناك نوع من إذا صح التعبير انسجام أو علاقات جيدة بين إيران وبين على سبيل المثال دول الخليج كثير يعني ظروف سيد محمد خاتمي تختلف مع ظروف الراهنة في ظروف محمد خاتمي الشرق الأوسط لم تكن بهذا الشكل لكن حاليا كثير من الملفات هناك تؤثر على علاقات إيرانية الخليجية وخاصة حاليا موضوع فلسطين موضوع علاقات إيران مع أمريكا علاقات إيران مع المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط كل حي ملفات تؤثر على علاقات إيران ومجلس التعاون الخليجي عندما شيخ حسن روهاني يقول نحن نريد أحسن العلاقات مع دول الجوار وعادة ترتيب العلاقات مع دول الجوار هو يقصد دول مجلس التعاون الخليجي لكن هناك ضروري بيكون خطوات جيدة وخطوات قوية كما من مجلس التعاون الخليجي بالتجاه إيران ما هي الخطوات على سبيل المثال المطلوبة من دول مجلس التعاون الخليجي؟ هناك ضروري بكل نوع من القرارات المستقلة ما عدا القرارات الأمريكية لا تعثر على قرارات في مجلس التعاون الخليجي يجب أن يتخذ قرار سياسي واحد كدول جيران لإيران وكدول تريد أن تعايش سلمي مع إيران وبنفس الوقت يجب أن يكون نفس الرؤية لدى إيران من شان التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي من هذا المنطلق أقول بأنه ضروري بيكون هناك قرارات حاسمة قبل أن يأتي رئيس الإيراني جديد يعني المجلس التعاون الخليجي يدرس من جديد علاقتها خلال ثلاثة الأقود الأغيرة مع إيران وخاصة يدرس بشكل دقيق آثار الحرب الإراقية الإيرانية وخاصة يدرس موضوع علاقتها يعني يمكن أن يكون هناك هلفاء ويمكن أن يكون هناك نوع من العلاقات المستغلة مع إيران النصفة الخليجية اليوم كانت مهتمة بالانتخابة الإيرانية تقارير صحفية خليجية ترى بأن وصول أحد الإصلاحيين إلى الرئاسة في إيران ربما يلطف الأجواء بين إيران وبين دول الخليج بإعادة بعض العلاقات التي ربما تأثرت في الفترة السابقة ألا ترى بأن هذه التقارير تكون مؤشرا برغبة الخليج على أن يكون هناك علاقة جيدة مع إيران؟ كالرغبة هناك موجودة أكيد بدون أي شك يعني يعني كل الدول الخليجية وخاصة هناك في دولة الإمارات مثلا تريد أن تعمل علاقات جيدة مع إيران وخاصة بحسب العلاقات الاقتصادية موجودة بين الشعبين بين شعب الإيراني وشعب الإماراتي لكن كما قلت هناك في ملفات أخرى تعثر على هذه العلاقات من هذا المنطلق ما فينا نقول عندما يأتي رئيس إصلاحي ينتهي كل شيء ويصل لكل شيء يعني هو يستطيع أن يصل لكل شيء في العلاقات الثنائية بين إيران ومجل السابق الخليجي من هذا المنطلق يحتاج هناك بيكون دراسات معمق جيدة مع إيران وصلنا إلى ختام حلقة اليوم الأستاذ علي منتظري الصحفي الإيراني شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم بإذن الله تعالى يوم غدوى إلى اللقاء اشتركوا في القناة